بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على شوية examples بنسبة للfunctions احنا قلنا الfunctions عبارة عن كود بيتكتب زي وزي من في كودز الكود ده في يديته ايه؟ انا لو عندنا كود كبير قادر اقسمه المجموعة كودز صغيرة طب اكيد في كودز صغيرة كل الناس بتستعملها في كودز صغيرة ناس كتيرة جدا بتحتاجها فليكن مثلا لو انا عاوز احسب ال square root مش معقول احاوض اكتب الكود عشان يحسب ال square root افرد عاوز اعمل الكود للexponential عاوز اعمل e power 3 مش معقول اكتب كود للexponential لو عاوز اعمل log لرقم او lin لرقم اجيب ال absolute variables absolute value بتاع رقم او absolute values بتاع رقم كتير بما ان c لغة برمجة الناس كتيرة جدا بتستعملها فجت عشان تقدم لي اهم ميزة للfunctions اللي هي ايه؟ الكودز الجاهزة مش مجرد احنا اللي شغالين في ال c function الناس كلها شغالة في c functions ففي ناس كتيرة بيتقابلها functions متكررة فبتدت تعمل ايه بقى تجمع ال functions المتكررة دي وتنشرها على النت باكده كل الناس تقدر تستعلم ال functions دي مع الوقت ال functions اللي متكررة دي بتدت تتنظم وبتدت تجمع باكده تحطت في header file على بعضه ال header file ده من اشهر الامثلة ليه ال hash include math.header hash include math.header دي عبارة عن library زي ما كان دي اللي بري دي خاصة بال input auto devices اللي بري دي خاصة بمجموعة من ال math functions هنقول دلوقتي مجموعة من ال examples بتاعة ال math functions ولكن المجموعة دي مش هي كل المجموعة لا في اكتر بكتير منها في functions كتيرة جدا موجودة عن نت الهدف ان احنا بنوري بس examples ونوري اهمية functions اهمية functions ان انا بس ان واحد عمل كود عشان يحسب ال square root كل الناس دلوقتي بتستعمل نفس الكود بتاعهم من غير ما تتعب نفسها تاني واحد عمل كود عشان يحسب ال exponential كل الناس بتستعمل الكود ده من غير ما تتعب نفسها تاني فعشان كده لما يكون عندنا كود كبير ونقسموه كوات زغيرة بكنا نقدر ننادي ال functions بسهولة جدا بعض examples الموجودة في الكود في math.heaterfile square root 930 square root بتاع 110 square root بتاع 9 بتلاتة ده رقم اللي احنا عارفينها طبعا الكود دهنا يكاد يكون ما فوش اي حاجة غريبة خالص print if square root percentage point 1f square root 900 square root برضو بتاع 9 بتلاتة print if حتى ما فوش values خالص هو بيحسب على طول ويجي اطبع ايه اطبع الرقم فعندنا اول امر هو بيحسب square root احنا متعودين عن ايه exponential يلا ال اس رقم exponential 1 يبقى اس 1 exponential 2 اس 2 ال ايه اللي احنا عارفينها 2.7182 اللوج بتاع الرقم هو اللن اللي احنا متعودين عليه فعى الكالكليتور اللي هو اللوج بتاع الرقم هو اللوج اللي احنا متعودين عليه كالكليتور اللوج اللي هو اللن اما اللوج اللي احنا متعودين Believe 10 اللي هو probabilities 10 بتكتب Log 10 ونفس الكلام في معظم اللغة البرمجة وLog 10 isk Jesus الكالكليتور هو اللي على طول بيكتب log هي على طوق لما يكتب الكالكليتور بيبقى log بيقصده log2 على طول في حين في لغات البرمجة على طول log هو بيقصود مقصود بيها lin بتاع الكالكليتور و log10 هو المقصود بيه log بتاعنا اللي انا بتعودين عليه F absolute الabsolute value اللي لو لاقى شارد سالب بيشيلها السيل من اسمه سقف بيعمل approximation لفوق فلما قوله السيل ل 9.2 بيقربها الأغرب انتجر اللي فوق فلما قوله 9.2 اغرب انتجر اللي فوق هو مين هو 10 negative 9.8 ده دول negative اه يبقى عندي negative 9 negative 9.8 negative 10 يبقى اللي فوق بتاعه هو مين هو negative 9 ال negative 9 اكبر من negative 10 الpower اختصار power يبقى ده الرقم اللي هنا power الرقم ده الرقم ده power الرقم ده تعالا نرن على طول ونشوف الoutputs ونشوف هل فيه errors في البروغرام ولا لا تعالا بقى نشوف الأرقام واحدة واحدة وهل هي زي ما احنا شرحنا ولا لا سكوير روتو في 900 هي 30 سكوير روت بتاع 9 بتلاتة exponential بتاع 1 هو 2.71A2 ليه l-E exponential 2 2 power 7 اما لا square 7.2 log l-E بواحد قلنا ان انتش دي شغالة زي l-n log e square ب2 log 10 1 log 1 بزيرو اي حاجة log 1 بزيرو على طول انه هو 10 power 0 ب1 log 10 to the best 10 ب1 100 يبقى 2 absolute value of 13.5 هي 13.5 0 ب0 negative تروح ل13.5 c بتاع 9.2 يبقى 10 c بتاع negative 9.8 يبقى negative 9 floor ده العكس يبقى بيقرب لتحت التسعة نقربها لتحت تبقى 9 2.2 تقربها لتحت يبقى 10 2.7 ليه 128 9.5 ليه روت 9 ثلاثة remainder المود بتاع 13 و 2.33 يطلع 2.01 sin 0 ب0 cos 0 ب1 tan 0 ب0 المقصود باللي انا كتبه هنا او بالexamples دي مش ان انا اقول لك اي دي الفنكشنز الموجودة وخلاص انا اقول لك ان فيه فنكشنز كتيرة جدا احنا اخدنا بعض منها ده اعدادهم قليل انا اخدنا بعض منها مش كتير اقول لك دي ميزة الفنكشنز ان الفنكشنز دي كلها احنا استعملناها على طول تخيل لو انت كنت عاوست تعمل الفنكشنز بتاعة exponential او بتاعة اللوج او بتاعة اللوج او بتاعة اللوج او بتاعة السيل لا الفنكشن دي دي استعمل على طول فنكشن دي اوبتمايز ومعمل عليها شغل كبير جدا بحين ستتشغل بسرعة جدا فنكشن دي كل الناس تقدر تتخدمها في العالم تتخدمها في حاجاتة صغيرة ما شرحنا او شو احنا متكلم دوقتي انا بكتبها اكتب برسنتاج اف ايه برسنتاج بوينت او تلك دي يعني بقوله اطبع لي رقم واحد بعد البوينت %1F يطبع لي رقم 1 بعد الpoint فلما يجي يطبع 900 طبع 900.0 يقول له اطبع لي رقم 1 بعد الpoint %1F يبقى 30.0 9.0 30.0 فهو كده يشغل ايه؟ يطبع 0.1 على طول أنا كده بقول له اطبع لي 0.1 هنا بقول له 0.3 فبيطبع 0.3 ترقوم هنا في المود هنا أو 2.3 فبيطبع كده 3 ارقام 0.675, 2.333 وهكذا لاحظ طبعا ان الصين وكوزين بياخدوا ارقام in radians زي ما احنا متعودين هو ال default بتاعهم مش degree default بتاعهم irradian طيب دي مجموعة examples صغيرة من math.header في functions كديرة جدا عن net الواحد ممكن يستغلها ويستعملها وتكلمنا على printing هنا 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 ال point one هنا او point اي رقم بيبقى كادم رقم بعد ال print لاحظ ان print if ذات نفسها هي function بتاخد arguments اول argument بتاعها هو اللي هتطبعه الارقام اللي هنا هي بتاخدها وتستعيد عنها بالارقام اللي هنا فال print if تعتبر function return value بتاعها output بتاعتها كلها على الشاشة والoutput بتاعتها كلها على الشاشة على طول مش بترجحها للكود لأ الفاوتو ساعتها على الشاشة على طول ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر